برحب بحضراتكم مجدداً وبرحب بضيفي الأستاذ محمد صلاح المحلل السياسي أهلاً بيك أهلاً بحركوا أستاذ أعزائي أهلاً بحركوا بمهورك صنع محتوى مصري مهموم بالشأن المصري وأنا بتصور إن احنا كل الشعب المصري لازم يبقى مهموم بالشأن المصري ومهموم اللي بتمر بيه الدولة من تحديات قبل ما حضرك تشرفني كنت بتكلم مع المشاهد وأنا بحب بتكلم كده بشكل مش يعني بتدعي إنه بحاول يبقى بسيط يصل للناس كلها حقاً إحنا في مرحلة هي دي الفترة بتقال فيها أنت في قضية وجود أنت مش موجود يا موجود اللي هي حرب الوجود الدائمة بيكلمنا عنها السيدة الرئيسة عبد الفتاح السيسي يعني بنتكلم في حرب وجود إزاي حرب وجود بمعنى إن الأساسيات حتى الأساسات اللي احنا نكون شايفين إن هي مش مفيدة أو ملاقاش لازمة بالنسبة لنا أو إن وجودها مضمون ومفوش مشاكل ورد جداً لأسباب هذه الحرب أو أسباب هذه المعركة أن احنا نتحرم منها زي إيه؟ زي مثلاً أهل حاجة مية النيل إحنا النهاردة نبدأ بنتكلم في مية النيل بنقول إن بفتح الحنفية بتنزل معند المية حاس إن ده شيء بالنسبة لي أعادي جداً مفوش أي مشكلة مفوش أي تعب مفوش أي مجهود لكن جزء من التحديات اللي بتمروا بيها مصر النهاردة إن باب يتقالي حتى مية النيل اللي هنبنديها لك كتير عليك يعني الخمسة وخمسين مليار اللي هنبنديهم للمية وعشر أو المية وعشرين مليون غير الضيوف اللي موجودين معنا غير الموضوع غير الناس اللي موجودين في مصر لأ كتير عليك خمسة وخمسين مليار فمحتاجين نقللهم شوي الديني حابة أخدهم أزرع بهم أنا كمان برغم من اللي عايز الحبة ده يعني عنده كمية مية بسم الله ما شاء الله أنا هو مش محتاج للمية أصلا عنده كمية مية مية ممكن ترغرقه من كتير ليه لازم نستفهم فهي دي فكرة حرب الوجود حتى من أول المية طب ناخد المية هتاخدنا لإيه المية هتاخدنا للزراعة طب الزراعة هتاخدنا لإيه تاخدنا الأسعار الخضر والفكهة اللي احنا النهاردة كلنا بنشتكي إن هي مرتفعة وإن هي غالية وإن 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 ياخدنا لإيه ده كمان بعد كده ياخدني لفكرة إن أنا بتحول النهاردة في الزراعة بتاعتي لازم أقتصد في المية إن أنا بأزرع بها الأراضي أو بأزرع بها الزراعات بتاعتي لا ما بقاش بمزاجي إن أنا أستمر في الرأي التقليد بتاعي لا لازم أتحول إلى الرأي وتطور وشوف طريق جديدة والعب أقال الاستهداك للمية أبدأ أحسب الموضوع من وجهة نظر الاقتصادية الحاجة اللي هتكلفني في الزراعة مثلا فلوسة عالية ممكن أستوردها بسعر أقل من كده أبدأ أستوردها أخلي الزراعة عند للمحاصيل بسمة محاصيل الاستراتيجية والمحاصيل الاقتصادية محصول الاستراتيجي ده يعني يعني حاجة أنا مش هقدر أستطيع معنا خلص والضرورية وأساسية للناس منها الأمحة منها الفقول إليها الأساسيات الحال لكل المصريين بيشتركوا فيها طيب المحصول الاقتصادي ده اللي هو المحصول اللي من خلاله أقدر أتحصل عبر تصديره على إرادة أو العمر الصعب هتساعدني في حل مشكلة العمر الصعب اللي هجيب بيها الفائض أو الناقص من المحصولات اللي أنا بستهلكها من المحصولات الاستراتيجية وده جزء أو نموذج احنا طول الوقت محتاجين ان احنا نبقى اكثر وعين يعني يمكن اول ما بتدينا نتكلم مع سيدة المشاهدين ومع المواطن المصري ومثقفين يكتبوا والمفكرين يطرحوا افكار انه احنا في مرحلة وعين احنا كل يوم بقى دلوقتي محتاجين وعينة يزيد لانه الاحداث اسرع من اي حد وهي حاجة انا اسمتها معرفة المقدمة كان تعبير دقيق جدا ان احنا في عندنا تطورات سريعة جدا 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 محدش يقدر يبني عليها حتى اللي جاي وحتى لما بيحصل سويتش من ملف للتاني بيحصل بسرعة البر ناخد بالنا ان كل ده مرتبط بالوعي في الاخر ان انا باخدك من غزة اطلع على لبنان واخدك من لبنان ارجع على السودان تاني طب ايه معناها ان انت تاخدني نقول ايه للناس خدوا بالكم فكرة انه وانت تتاخد من غزة وتروح على لبنان نقول الناس ركز على هدف الرئيسي ما تغرقش في التفاصيل انا في عندي هدف رئيسي دلوقتي وفي عندي مشكلة كبيرة وعندي اخناع كبيرة على مستوى العالم كله على مستوى الموارد الحرب في الاساس حاركوا تقولت في البداية انها حرب اقتصادية حرب طائفية او دينية او مذهبية لا ده العرض بتاعها لكن المرض نفسه هو اقتصادي ايه المشكلة الرئيسية اللي بتمر بها اسرائيل النهاردة على سبيل المثال مثلا من 2014 هي المشكلة اقتصادية ايه وكل سنة تتغير حكومة البحث عن يعني دايما وانحنا بنتابع كده ابحث او دور المصالح ايه دور الهدف الرئيسي دور الهدف الغاز الهدف المياه الهدف البحر الهدف يعني احب اولا في البداية ان مثلا عندنا الاقتصاد بيتقسم لقياه زي ام حدرسنا كلنا في المدارس بتاعتنا كلها والله زراعة تجارة صناعة التلات افرار الرئيسية بتوع الاقتصاد يمكن الصناعة بقى معها تكنولوجيا دلوقتي اللي هي تكنولوجيا بقت جزء كبير من العملاء الاقتصادية بتاعتنا فابدأ ابص على الصناعة هي عيمة على الموارد وبالتالي اي دولة فيها موارد صناعية اي دولة لها علاقة بالطاقة اللي هتبدأ تخش معها في الصناعة او لها علاقة بالتكنولوجيا طبيعي جدا هبقى فيها عدم استقرار